لياس الفخفاخ يدعو حزب قلب تونس إلى الالتحاق بركب المشاورات ونبيل القاروي يولب بالدعوة الجلسة لم تدم طويلا ولم يتمخذ عنها تعاهد بالمشاركة في الحكومة رئيس حزب قلب تونس يؤكد تسلمه الوثيقة التعاقدية للدرس والمراجعة مشددا على أنه غير معني بالحكم ولا بحق إبا وزارية نحن عبرنا له على رؤيتنا وقلنا له لتمشي هذا يظهر لي مهوشي منجمشي وصل كما هو ولكن الحاجة الإيجابية لليوم هو أعطانا سدعاء وجينا حكينا معاه وتعرفوا في السياسة فما حد شيء تكون جامدة فما حاجة هي ديناميك دعوة القروية عقبت لقاء ثلاثيا مع الغنوس والفخفاخ ومن دون حضور رئيس الجمهورية ما فتح باب التأويلات بخصوص سحب حزب النهضة الإسلامي البساطة من قيس سعيد وهو الرافض بحسب ما تشبه الكواليس لإشراك حزبي قلب تونس والدستوري الحر انتقادات الغنوش الأخيرة لسعيد وخياره الحكومي تعزز من واقعية تأويلات المهتمين بالشأن السياسي رئيس حركة النهضة نجح إلى حد ما في افتكاك المبادرة خاصة من الياس الفخفاخ ورئيس الجمهورية بفرضه اسم قلب تونس وخاصة نبيل القروي للمشاركة في مشاورات الحكومة وهو ما تم فعلا بعد أن استقبل الياس الفخفاخ اليوم رئيس قلب تونس لكن الياس الفخفاخ أراد أن يغالف أيضا أنه لم يرذخ لرشد الغنوش وذلك بدعوته في الطرف المقابل لحزب آخر يرفض المشاركة في المشاورات وهو حزب عبير موسي الفخفاخ يدخل الشوطى الأخير من المشاورات وشرع في استقبال مقترحات الفرقاء لشخصيات الفريق الحكومي لأبقى التساؤل عن مدى قدرته على تجميع الطيف السياسي والنجاح في تجاوز عواصف التجاذبات العاتية موجة لم تهدأ منذ الأعلان عن التركيبة البرلمانية الجديدة مع انطلاق العد التنازلي لنهاية المهلة الدستورية الياس الفخفاخ يفتحون فضة التفاوض مع حزب قلب تونس ما يعزز بحسب متابعين من إمكانية نجاحه في تأليف حكومة عتيدة بالمبروكة الغد تونس